اهلا بكم في المحاضرة جديدة من كورس البرامجة العملية بلغة السي في المحاضرة دي هنتعلم مع بعض الـ variables والـ data types اللي هي بالعربي المتغيرات وأنواع البيانات بس قبل ما يدخل في الكود عايز أشرح مثال لحاجة خاجة البرامجة شوية هتقرب لنا الفكرة بشكل كبير في أحيانا كده بيكون المبرمج في بعض اللحظات بيهيأ له أن هو يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا بما أنه هو مبرمج يعني ففي أحد اللحظات دي جي في بالحضرتك أنك أنت تعمل كيك وكررت أنك أنت تعمل الكيك دي أنا عايف أن الصورة تجوع عوزا المهم دخلت معي في تحدي أنك أنت تقدر تعمل الكيك دي فاتفقنا اتفاق إنك أنت هتكون المنفذ بما أنك أنت اللي هتعملها طبعا وأنا هكون دوري المستفيد اللي هيأكل في الآخر بس مقابل ده أنا هوفر لحضرتك الحاجات اللي أنت محتاجها يعني محتاج كمية معينة من الفكهة محتاج كمية كذا من الدقيق أو الطحين محتاج كمية كذا من الزيت أي حاجة من هذا القبيل أنا هوفر وقبلنا التحدي ده مع بعض عايز حضرتك تفكر دلوقتي إزاي هتقدر تعمل الكيك دي يعني مثلا أكيد أنا متصور منك أنت هتعمل سورش على الإنترنت على الخطوات وكده وخلافه بس عايزك تكتب الخطوات اللي أنت هتنفذ بيها الكيك دي وهتطلب مني إيه وهتطلب مني إيه إمتى وتكتب الخطوات دي مترتبة بنفس الترتيب اللي أنت هتمشي بيه عشان تعمل الكيك لو تحب تفكر معنا في النقطة دي ممكن تبوز الفيديو هنا توقف الفيديو وتكتب الخطوات دي أو تفكر فيها وبعد كده نرجع نكمل الفيديو مع بعض لمتابعتنا وليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات